موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن من محاولات تزييف الوعي التي تقوم بها الجماعات الضلة والجماعات الارهابية والجماعات العميلة والمأجوة هو الفتأ في عضد الدولة والنيل من بنائها ونحن نؤكد وأكدنا بإجماع العلماء من أهل العلم في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة تحت عنوان فقه بناء الدول الرؤية عصرية أن قوة الدولة قوة لجميع أبنائها قوة الدولة قوة لجميع أبنائها قوة للدين وقوة للوطن وقوة للأمة وقد قالوا عجل فقير في دولة غنية قوية خير من عجل غني في دولة ضعيفة فقيعة لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج والآخر لا زحى له ولا أرض ولا مال لا في الداخل ولا في الخارج ومن ثم تكان بناء الدولة وتقوية مؤسساتها مطلبا شرعيا ووطنيا وحياتيا وإنسانيا لجميع أبنائها وبقدر إيمان كل منهم بالوطن وحقه وقوة انتمائه إليه وعطائه له وتضحيته من أجله تكون قوة الوطن التي تعود على جميع أبنائه وبقدر اختلاله أو ضعف هذا الانتماء وذلك العطاء والنقوص عن التضحية بالنفس أو المال يكون ضعف الدول أو انهيارها أو سقوطها أو تمدقها كما أكدنا بإجماع العلماء على أن الإسلام وإن كان قد أصل جوانب العبادات وجوانب العقائد وحسن نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ العبادات كما جاءت عنه نقية صحيحة صلى الله عليه وسلم فإنما يتصل بشؤون الناس في أمور حياتهم وأنظمة إقامة الدولة والحكم وما ينظم شؤون الحياة من المتغيرات المتسعة لاجتهاد التي ينبغي أن نراعي فيها مستجدات العصر وواقعه ومن هنا أكدنا أن الإسلام لم يضع نظاما أو قالبا سابتا أو نظاما معينا محددا لنظام الحكم وإنما يقبل من النظم ما يحقق صالح المواطنين بأي طريق يحقق آدتهم تحت راية الشواء والديمقاطية وقلنا كل حكم يحقق العدل ويمنع الفسادة ويعمل على قضاء حوائج الناس فهو حكم ناشيد لغد النظر عن شكله وصواته كما أكدنا أن اختيار الحاكم والنظم الانتقابية من المتغيرات التي تخضع لنظام الزمان والمكان وليست أمرا جامدا أو نمرا ثابتا وما يتعرف عليه القوم ويقره القانون والدستور ويحقق مصالح البلاد والعباد فهو أمر ناشيد كما أكدنا وبوضوح وبإجماع الحاضرين أن الوقوف خلف الحاكم العادل ومساندته وتأييده ومساعدته مطلب شرعي واطني لا يستقر أمر الدول ولا تتحقق مقاصل الدين لا تتحقق مقاصل الدين ومصالح الشرع إلا به ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل من تعظيم الله عز وجل إكرام زي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه وزي السلطان المقصد إكرام الحاكم العادل من إجلال الله عز وجل وألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحية سبعة يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أولها الإمام العادل وقال صلى الله عليه وسلم سلاسة لا تعد دعوتهم الإمام العادل وكان بعض الصالحين يقول لو كان لي دعوة مستجابة لاتدخلتها للحاكم العادل الإسلام يؤدي إلى اللحمة بين أبناء الوطن حكاما ومحكومين يؤدي كل واجبه ويعين كل أخاه وصاحبه حتى نبني وطننا ونحقق مقاصد ديننا مقاصد الدين تقوم على تحقيق مصالح البلاد والعباد وأهل العلم على أنه حيث تكون المصلحة فسمى تشارع الله نسأل الله أن يزقنا حسن الفه وأن ينير أبصرنا بالعلم واليقين إنه ليذلك والقاضر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته موسيقى موسيقى موسيقى